بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الطيب معكم ومع أستاذنا الشيخ حمد زياني أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم ومع الحج المبرور مع هذه الرحلة الإيمانية إنها رحلة العمر إنها الرحلة التي ينبغي أن نغتنمها الرحلة التي ينبغي أن لا نضيع الفرصة فيها إنها فرصة التوبة وفرصة الغفران والعتق من النيران إنها الفرصة التي تجعلنا بإذن الله تبارك وتعالى أن يرجع الحاج كيوم ولدته أمه ففضل الحج كبير ينبغي أن يكون أهتمامنا كبيرا ينبغي أن يكون جدنا واجتهادنا بل وجهادنا في الحج بالصبر والمصابرة بالحلم بالتواضع بالكرم بالتعاون بالتسامح مع بعضنا البعض في هذه الرحلة الربانية في هذا الجلسة الطيبة معكم ودائما مع مناسك الحج والعمرة بعد أن تكلمنا عن صعود إلى أعرفات والنزول إلى مزدلفة وصلنا إلى مينان وتكلمنا على أعمال مينان وكيف نرمي الجمارات الجمارة العقبة يوم العيد والجمارات الثلاث يوم الثاني عيد والثالث عيد بعد ذلك ينزل الناس ويطوفوا طواف الإفاظة بداية شيخنا لماذا سمي طواف الإفاظة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الطواف هو طواف الركن هذا هو طواف الركن الركن الذي يأتي بعد أعرفات وبعد رمي الجمارة العقبة فكأن الإنسان أفاض من مزدلفة ومينان البيت الله الحرام فيأتي بعد هذه الإفاظة ثم أفيض من حيث أفاض الناس كما قال الله تعالى يأتي به الحاجو بعد أن يرمي جمارة العقبة وبعد ذبح الهجل للمتمتع والقارني وبعد الحلقي أو القصري أيضا بعد ذلك يمتد وقته من يوم من فجر يوم النحر إلى آخر يوم من شهر ذي الحجاج يعني كما ذكرتم الحجاج في لقاء سابق هو أنه إذا أتى به يوم العيد حسن يعني يرتب الأعمال فمن باب المستحب أما إذا أجله حتى ينزل من مينا يكمل كل أيام التشريق الأيام المعدودات الأيام اللي يعمل فيها رمي الجمارات ويبات في مينا ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاظة طبعا هذا من باب رفع الحراج وما جعل يكون في الدين من حراج أما إن فاتت هذه الفترة وأتى به خارج شهر ذي الحجة فيترتب عليه دم أو تقديمه هدي هل يجوز أن يؤجل طواف الإفاظة هكذا قصدا يعني هو أنزل إلى مكة ويقول ما نتركه حتى تأتي لا يجوز لا يجوز بها من الأحوال لأنه موقع بوقت معين بل حتى إذا ذهبنا إلى أقوى الأحنف يقولون بوجوبه في أيام التشريقين بالوجوب أما المالكية فتوسعوا في المسألة وقالوا أنه من فجر يوم النحر إلى آخر يوم من ذي الحجة وليس للإنسان أن يتهون في مثل هذه الطاعات وهي رحلة العمر ثم يؤخر حج الإفاظة وهو حج الرقم دون عذر أو أي سبب معنى هذا شيخنا إذا نزل الحجاج من مينا إذا نزل يوم العيد يطفطه في الإفاظة ويعود الرقمينا أما إذا كان حتى أكمل أعمال مينا ونزل يوم 14 أو يوم 15 ذي الحجة رهو في مكة يروح للفندق ويجي صلي إذن أول ما يبدأ به طوف طواف الإفاظة نعم ولا يجوز له أن يؤجله لأنه لا يدري بعد غد ماذا يكون وأصف أعمال الحجة ممكن مرض ممكن عجز هذا هو الأصف إذن هو هذا الرقم ولسيما أن أعمال الحجة الأصفية على الفور الحجة بما فيه من أعمال وإنما العمل الذي يتركه حتى آخر يعني مغادرة مكة هو طواف الوداع نفرق ما بين طواف الإفاظة الذي هو الركن ويسمى طواف الزيارة الزيارة أيضا هو لماذا يسمى طواف الزيارة إخوة الإيمان لأنكم تعلمون عندما عرفنا الحج قلنا هو زيارة مكان معين لغة زيارة مكان معين إذن الذين زوار البيت الحرام الذين يزورون البيت الحرام بقصد الحج يروحوا يحجوا ما هو الواجب الثمن الذي يؤديهه على الزيارة من بين أنه يحرمون في المقات يسعون يقفون بعرفات ثم يطوفون طواف هذه الزيارة يعني لو لم يطوفون طواف الإفاظة ما أدوا طواف الزيارة اللي هو طواف الحج معنى كأننا عندما نقول طواف الإفاظة شيخنا كأننا نقول طواف الحج نعم هذا هو طواف الحج ونفرقوا بينه بين طواف الوداع اللي هو واجب اللي هو واجب هذا ركن ونحن عرفنا الآن نفرقوا في هذه المصطلحات في مناسك الحج بين الركن وبين الواجب بين الركن والواجب بعد طواف الإفاظة يسعى الحاج من هو الذي عليه أن يسعى الذين دخلوا بأحد الأنساك الثلاثة هو المتمتع هو المتمتع المتمتع نعم المتمتع الآن واجب عليه بعد طواف الإفاظة أن يسعى بالصفى والمروى لأن سعيه الأول هو سعي عمرتين وليس سعي حجين وبالتالي عليه هنا أن يوعد السعي باعتبار الحج لأنه إحرامه بالحج بدأ يوم التروية وبالتالي فأحرامه ثم أتى بوقفة عرفة ثم بعد ذلك أتى بطواف الإفاظة ثم أتى بالركني الرابع وهو السعي بين الصفى والمروى خلافاً للمفرد والقارن فأعمالهما ابتداء هي أعمال حج فالسعي الأول هو سعي الركني إذن هذا اللي نذكره مليح بأن الإخوان الذين يدخلوا متمتعين ويختلفوا الفرق بينهم وبين المفردين بين المفردين أن عليهم الهدي الذي يذبحوا في مينا وعليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاظة القارن أيضا عليه الهدي فقط وليس عليه الطواف البيت ما هو الفرق بين طواف الإفاظة مدام عرفنا الآن وشنوه طواف الإفاظة طواف الزيارة اللي هو ركن الفرق بينه بين طواف القدوم طواف القدوم هو واجب وهو يعتبر كتحية للبيت ولذلك يسمى طواف القدوم لا ولذلك يسمى طواف تحية تحية أيضا يعني في بعض الكتب عندما تقرأ ولا تسمع العالم يتكلم ولا الفقه يتكلم يقول طواف التحية هو طواف القدوم طواف القدوم وكأنه من خلالك كما أن المصلي إذا ما دخل المسجد يركع ركعتين تحية المسجد هذا يأتي بالطواف وكأنه تحية لبيت الله الحرام هل الأطويفات تختلف بين الطواف وطواف من حيث الشروط لا من حيث الشروط والواجبات والمندوبات هي واحدة وإنما من ناحية النية نية العمل وشبا هي العمل فقط نية العمل أما طريقة الأداء والكيفية واحدة يعني الأطويفات يقول الأطويفات بمعنى جمع الطواف عندنا طواف القدوم أو طواف القدوم أو طواف العمراء نقول أيضا طواف الإفاضة ونقول أيضا طواف الوداء ونقول طواف تطور تطور متى يكون طواف تطور؟ في أي وقت مدام الإنسان في البيت والإنسان يستحب له في مكة الإكثار من الطواف هذا بالنسبة خاصة للآفاقيين للآفاقيين بمعنى إخواننا الأفاقيين اللي جئوا من خارج المواقيت مثل محنان المغرب العربي مثل الشام مثل مصر من كل القارات من ليس مقيما أو ليس من أهل البلد ليس من أهل البلد طيب ومن في طواف الإفاضة بمعنى كأن الحاج يتحلل التحلول الثاني الأكبر الأكبر بمعنى يحل له كل شيء إن كان محضورا عليه كان محرم عليه لأن لما رمى جمرة العقابة ونحر ونحر وحلقة تحلل التحلول الأسر معنى عندما يطف طواف الإفاضة يطفه بتيابه يلبس ينطعه والبتالي لا يوجد لطيباع لا يوجد شر الإفادة يطوف وهو لابس القميص لأنه تحلل تحلل الأصغر نعم التجرد من المخيط والمخيط ينتهي لأنه تحلل تحلل الأكبر وله أن يأتي كل شيء كالمتطوع كالمتطوع بقي فقط الذي يدخل المسجد الحرام نذكره أستاذنا أنه يدير في باله أنه كل سبعة شواط أينما كان هذا الطواف كل ما يطوف سبعة شواط يختم بركعتين يدير هذا في باله كما قال ورد عن النبي في كل أسبوع ركعتين يعني في كل سبعة شواط يصلي ركعتين يصلي ركعتين خلف المقام أو أينما أتيحت له أينما وجده متسع المهم إخوانا طبعا تعلمونا هذا لكن نذكره الأبناء الصغر المهم أينما كان يتوجه نحو الكعبة عين الكعبة يعني مدام أنت دخل المسجد الحرام فالصح أنت على المسجد الحرام وإلا ركع في السحين هذا وكل داخل في المسجد الحرام حاول أنك تركز الكعبة تكون قبلتك هذا هو الأصل هذا هو الأصل وعندما نكون خارج الإبعادة على المسجد الحرام كأنه في التنعيم أو كذا تولي القبلة التعالي نحو الحرام نحو الحرام فإذا كنا مثلا في إفريقيا تولي مكة هي القبلة هي الجهة لا بالنسبة لأبناءنا الصغر لأنه يبقى يفكر ممكن راهض في الكعبة ويصد الجهة واحدة أخرى أو لا هذه بالنسبة لطواف الإفاظة عندما يطوف طواف الإفاظة بعد ذلك ما هو المطلوب منه يعمل أكثر وهو راه في مكة هو الأكثر أصل في ذلك أن يكثر من الطواف هذا الذي ذكره العلماء خاصة اقتماع ذلك للأفاقي وأن يكثر من الذكر ومن تلاوة القرآن ومن الأعمال الطاعة ما استطاع إلى ذلك سبيل لأن الأعمال في ذلك مقام تضاعف شيخنا هو يطوف في الطواف وشن هو اللي يلتزم به أولا عن الدعاء وعن الاستغفار وعن ما كذا وماذا نقول لإخواننا اللي هو راه يطوف ورأي يتكلم بالهاتف ورأي يطوف ويصور هذا مخالف لأدب الطواف هي تجوز ولكن كما قال النبي عليه الصلاة وسلم وأذن لكم في الكلام فلا تتكلموا فيه إلا خيرا هكذا قال عليه الصلاة وسلم إنما الطوافوا مثل الصلاة مثل الصلاة هديث هذا إنما الطوافوا مثل الصلاة إنما الطوافوا بالبيت مثل الصلاة هكذا يقول النبي عليه الصلاة وسلم إلا أنه أذن لكم أن تتكلموا فيه فلا تتكلمون إلا بخير إلا بخير يعني لا يفهموا إخواننا بضرورة ولذلك يستحب أنه لا يحمل الهاتف وهو يطوف لأنه في صلاة وخاصة التصوير وتلك التصرفات هنا أقول كلمة الإنسان في ذلك المكان تدليات عظيمة روحانيات كبيرة فعل الإنسان أن يعظم ذلك المكان ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأنه من تمام التقوى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب طيب والتراح هو يمشي وماذا نقول في الزحام والتدافع التدافع عن الحجر الأسود هذا الإنسان أن يجتنبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر تجانب الزحام فإنك رجل قوي وترك للضعاف لهم أن يتقدموا أنت قاومت زحمهم لأنك ستلحق بهم ضررا أو أذية الإنسان عليه أن يتراحم المسلمون فيما بينهم في تلك الأماكن وإذا كان هناك زحم على الحجر عليه أن يجتنبه الإنسان أفضل حتى أنه ورد عن بعض الصحابة قال لأن أعود بلا شيء لا أجر ولا وزر ولا أتزحم على الحجر الأسود لا إله إلا الله لا إله بالنسبة لأعمال هناك يراها الحجاج بأنها أعمال كبيرة وهي فيها منفعة ولكن ربما يغلط ما يعملهاش ومن بعد يبقى متحير مثلا أكمل الطواف القدوم ورح يسعى وما شربش ما زمزم ربما يفكر بأنه ترك حاجة هو مليح أنه رح طاف وكمل ودع عند الملتزم يروح يشرب من ما زمزم يتضل ويشرب بقدر ما يقدر شيء هذا من السنة ويدعو الدعاء المخصوص اللهم يعني ماء وزمزم لمشوري باله لمشوري باله اللهم جعلوا حجر مبرورا اللهم جعلوا ذنب مغفورا اللهم جعلوا شفاء لنا يدعو بهذه الأدعية لكن لو فرض أن ننسى ماشي مع زحمة هكذا ونسى ما شربش من ما زمزم ماذا نقول له يشرب ما تتذكرا ما تتذكرا وما تأتيحت له الفرصة متأتيحت له الفرصة فالسعي موجود في أي ماء وزمزم في كل مكان في الحرام والحمد لله الإنسان يجتهد ما استطاع إلى ذلك سابله هو يبقى هذه من الأمور المستحبة ولست من الأعمال ولكن الإنسان يحاول أن لا يفوت مثل هذا الخير هدك من يتزاحمون على الصلاة في حجر إسماعيل هذا الجزء اللي باقي من الكعبة أصلا هو من الكعبة ولكن توريكا نظرا لحكمة العلماء ولحكمة الأمراء قالوا نتركه كما هو كما بنته قريش هذا اللي يسمى حجر إسماعيل يتدافعون من أجل أن يصلوا أصورت الماءون على قريش على إتمام البيت تركته ذلك ثم نصح الإمام مالك أحد الخلفاء بأن يترك البيت على ما هو حتى تبقى له عظم في قلوب الناس وهيبة لأنه لو كل خالفة أرد أن يغير فيه تسقط هيباته الإنسان إذا كان فيه متسع فليصلي وإذا لم يكن متسع فلا يتجع الشيخ كان الطائف يطوف وانتقض وضوءه ماذا يفعل سريعا لأنه عليه أن يجدد وضوءه أن يجدد وضوءه ويبني ويبني على ما فاته هذا إذا لم يتأخر كثيرا لم يتأخر طبعا إذا ولهذا قلت يجدد وضوءه في الحين في الحين في الحين أما إذا طال الفاصل فعليه أن يستأنف يستأنف وعندما نقول يستأنف يبدأ من جديد من جديد نصحة آخيرة ماذا نقول للطائفين في الزحام في التركيز النصحة الذي أقول لهم أن يستهد شعيروا عظمة الله في ذلك المقام لأن ما رأينا للأسف أن هيبة البيت ذهبت من قلوب الكثير من الناس في ذلك المقام إخوة الإيمان في الأخير ومع مناسك الحج ومع الحج المبرور دائما نتذكر وإخواننا الحجاج يتذكرون شيء الذي يبقى عالق بأذهاننا النية الصادقة ثم الدعاء 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 كثير من إخواننا يفكروا في الدعاء نعم الدعاء في المشاعر كلها في المشاعر كلها الدعاء في الطواف الدعاء في السعي الدعاء والذكر يوم عرف الدعاء عند المشعر الحرام وما أدراكم من المشعر الحرام وسنتكلم عنه عند المزدلفة عندما يعود الحاج خارج من المزدلفة بعد صلاة الفجر في هذا الوقت قبل شروق الشمس عندما يقفوا بالمشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لا من الضالين نعم دعاء لكن نقول كلمة سريعة أنك تدعو بما فتح الله عليك تدعو بالطيب تدعو بالاستغفار تدعو لبلادك تدعو للمؤمنين تدعو للأمة الإسلامية تدعو لإخواننا تدعو لكل من يعني تدعو بدعاء الخير نركز مليح في الدعاء بأننا هناك يعني رك تدعو وتذكر بأنه ربنا عز وجل يعطيك أنت على دعائك عندما تدعو لإخوانك بالخير نحذر من تلك الهفوات هي عند القليل ولكن نقولها مع ليش ربما يروح يطف بالكعبة وربما وقف في عرفات ويدعو على الناس بالشر احذروا من هذا قلت ليست هذه ظاهرة كبيرة ولكن قد تكون عند بعض الناس لحقد ولكذا يروح يدعو على الناس لا قول اللهم اهده قول اللهم اغفر له قول اللهم تقبل منه قول اللهم كذا ربي عز وجل يبعث لك ملك يقول ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك لأنك الآن ترك رح تربح الأجر انتعو إذا هده ربي سبحانه وتعالى ولا تعين الشيطان على أخيك عيب كبير ونقص في الرجولة ونقص في المروءة أن يذهب الحاج إلى بيت الله ثم من أجلي وخاصة دير الأكاين بعض اللي ممكن يدير نيتو مبلادو يقول كنارانيرا حفلان دير ظلمني الظلمني الروح ندعو عليه يا إخوة الإيمان ليس هذه من الشهامة ولا من الرجولة ولا لهذا جعلت هذه المشاعر يعني ماذا نقول الشيخ حمد لهذا لمثل هؤلاء عليهم أن يستحذروا قول ربنا عز وجل عندما وعظ به أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وليعفوا وليصفحوا الأصل أنا لما ذهبت إلى تلكم الأماكن ليغفر الله ذنبي وما تقدم وما تأخر ومن أسباب غفران الذنب المعينة هو أن تعفوا وأن تغفر لمن أخطأ في حقك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم شيخ هناك نقطة سريعة في الأخير هناك من ربنا عز وجل أمرنا بالأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر هناك ناس ممكن يكون غير مؤهل يرى شيئا ممكن هو يخطئ فيه ولا يعجبه يروح يقول للناس عملت هذا خطأ وهذا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا والناس ممكن يتبعوه إذن ماذا نقول عندما قال الله تبقى وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هناك أمر يعني ما يروح يسأل سائق ولا يسأل خدام ولا يسأل كذا ولا يسأل كذا على مناسك الحج رب كين الأئمة وكين المشهدين فليس متخصصين أهل الاختصاص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في كل مهنة سأل ملاحة كل مهنة سأل ملاحة كل مهنة سأل ملاحة يعني العالم أينما كان لهو منصب للعلم منصب للفتوى منصب للإفتاء منصب لكذا إلى غير ذلك إذن فنقول لإخواننا ومازلنا في لقاء معكم إخوة الإيمان في سلسلة الحج المبرور من أجل أن يكون حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا ومن أجل أن تكون تجارتنا مع الله تبارك وتعالى لن تبور علينا دائما أن نحضر مثل هذه اللقاءات وهذه الجلسات ونحن في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم إن على الأرقام التي ستصلنا مراسلة وإن على المباشر نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأشكر الله تبارك وتعالى ثم أشكر الشيخ أحمد زياني الحاضر معنا وإلى أن نلتقي معكم في عدد جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا